بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله شلوانكم أعزائنا طلاب المرحلة الثانية hopefully that's everything is okay ان شاء الله مكملين وياكم شرح اليونة 11 اللي عنوانة ال-inflectional paradigm ووصلنا وياكم لل-noun paradigms الميزان الصرف بالنسبة للأسماء وذكرنا في المحاضرة السابقة شنو نقصد بال-paradigms اللي قلنا انه يكون عندنا stem يعني كلمة أساسية رح نضيف لها مجموعة من الإضافات اللواحق إلى نهايته وهذه الإضافات كلها تكون يعني واحدة من الإضافات التصريفية ولا تغير في فئة الكلام اوكي فأخذنا منيش يتكون ال-paradigms قلنا بوقتها انه ال-paradigms يتكون من مكونات ال-paradigms هي ال-forms الأشكال أو الصيغ وبعدين عندنا ال-inflectional suffixes اللي هي الإضافات التصريفية اللي أقدر أضيفها وبعدين عندي ال-models اللي هو الأمثلة فبالنسبة للأمثال عفو للأسماء بالنسبة لل-form ما لل-known paradigms فعنده stem اللي هي الجذر أو كلمة الأساسية اللي تكون اسم خالي من أي إضافة يعني لا ب-s الجمع ولا s تملك بالنسبة للمفرد والجمع لأن هي هاي الإضافات اللي أقدر أضيفها للإسم وبعدين عندي plural يعني الإسم أقدر أسوي جمع بإضافة s أو جمع شاذ طريقتين وبعدين عند البساسف اللي نرمزلها s-p-persasive يعني ال-s التملك للإسم المفرد لما يكون الإسم المفرد تكون هذه طريقة إضافة ال-s إلى أنه ال-s تكون مفصول عن الكلمة والكومة العليا احنا نسميها قبل ال-s كي اللي عندها أحكي من جهة اليسار وبعدين عندنا اللي هو إضافة s التملك للإسم الجمع وبهذه الحالة هذه ال-s رح يكون لها وظيفتين تشتغل هي بالحقيقة تمثل s الجمع و-s التملك يعني هذه ال-s والطريقة أنه ال-s كون غير منفصلة يعني s التملك هذه ال-s مالتها غير منفصل عن الكلمة والكومة تكون بعدها طيب فممكن واحد من صياغ الأسئلة اللي ممكن تجي أنه ينطيك كلمة مثل doctor ويقول لك تطيني النون paradigm لل-doctor نطيني الميزان الصرف للإسم فأنت راح تجي تسوي ميزان صرفي كأشكال تأخذ هذه الكلمة ك-stem وبعدين تقول لها أنه هذه الكلمة اسم وبمما أنه هي اسم فأقدر أضيف لها s الجمع لأن الأسماء بكل لغات بالعالم هي فقط التي تجمع فأضيف لها أضيف لها اس بي ال يعني اس بلورال وبعدين تقول لها أنه هذه ال-doctor أقدر أضيف لها اس التملك للإسم المفرد أوكي وأضيف لها هذا اس التملك بهذه الحالة بهذه الطريقة يعني وبعدين تقول لها أنه هذه اس التملك أقدر أضيف لها كذلك اس جمع يعني أقدر أجمعها وأضيف لها اس التملك بهذه الحالة تحل هذه يعني تحل هذه الاسم هذا فيما خص الاسم مثل ما تعرف أن الاسم يجمع بطريقة القياسية بإضافة اس وبطريقة شاذة اللي هي ما تخضع لقاعدة فمثلا عندنا كلمة مثل man جمع مالتها راح يكون man جمع regular وبعدين man's يعني الاسم مفرد وman's الملاحظة المهمة أنه لما نريد نضيف اس التملك للاسم الجمع مجموعة شاذة يعامل معاملة اسم المفرد عند إضافة اس التملك يعني الاسم هذا اسم جمع أريد أضيف لس التملك لما أضيف لس التملك أتبع نفس الطريقة اللي أضيف بها اس التملك للاسم المفرد أوكي يعني الاسم المجموع جمع قياسي عند إضافة اس التملك يختلف اختلاف جذري عن الاسم المجموع جمع شاذ هذه ملاحظة مهمة فبهذه الطريقة عندك الميزان الصرفي يعني الإضافات التصريفية اللي أقدر أضيفها للاسم هي اس الجمع اس التملك للاسم المفرد اس التملك للإسم الجمع وقلنا إنه هذا اس التملك هو يمثل يمثل اسين خلينا نقول اس الجمع واس التملك طيب في ما يخص طبعاً هذه الملاحظة اللي كاتبها جوا هاي الصدرين يقول لك this four form paradigm is maximal إنه هذول الأربعة اللي يقصد هنا حاسبهم أربعة من ضمنهم الستيم حاسمة إنه هذول الأربعة هما الماكسيمال هما أقصى شي أقدر أضيف الاسم أو هو موجود فيما يخص الميزان الصرف للأسماء يعني هذا هو كأقصى شي موجود ما عندي بعد إضافات أقدر أضيفها أو أخترع شي جديد وبعدين قال and not all nouns have all four forms ومو كل الأسماء راح تأخذ كل هذه الأشكال راح نجي نعرف شين يقصد بهذا الكلام يقصد بهذا الكلام إنه مو كل الأسماء أقدر أسويها جمع ولا كل الأسماء أقدر أشتق منها مفرد أوكي لأن عندي مثل ما هو ذاكر اللي بعد شوي راح نشوف إنه بعض الأسماء تظهر لي بصيغة الستيم فقط يعني أكو مجموعة من الأسماء فقط لها شكل الستيم لا أقدر أسويها جمع ولا أقدر أضيف لها استيم لك المفرد ولا الجمع أوكي وأكو أسماء تظهر بشكل المفرد فقط وأكو أسماء تظهر كمفرد فقط كجمع العفو طيب كذلك الملاحظة المهمة اللي ذاكرها بالصدر الثاني اللي قال يعني إنه لما عبر لما أريد أعبر عن التملك بالنسبة للإسم إنه من كل الأسماء أقدر أضيف لها الأس التملك الأس بساسف ليش؟ لأن أنا أقدر أعبر عن التملك بطريقة يعني اللي هي طريقة طريقة الأس التملك بالنسبة للأس التملك نستخدمها مع يعني الكائن حي نستخدمه يأستملك يعني مثلاً أقول لما أريد أقول أحمد's car أو جون's car هناك راح أستخدم إيه استملك لأن الداء أحتي عنه هو كائن حي بس لما أريد أعبر عن عملية التملك لكائن غير حي نسمي inanimate راح نستخدم طريقة ال-off يعني مثلاً أقول the ceiling of the room أو the room's ceiling أوكي الإختلاف إنه الأصاح راح نستخدم يعني القاعدة العامة تقول إنه مع الكائن الحي راح نستخدم طريقة استملك مع الكائن غير الحي راح نستخدم طريقة ال-off وبعض اللغوين يعتبرون أن الطريقة صحيحة العفو أن الطريقتين صحيحة يعني أقدر أستخدم بالنسبة للكائن غير الحي يعني أقدر أقول the ceiling of the room or the room's ceiling الأصح الأصح إنه لما يكون الكائن غير العفو لما يكون كائن غير حي فرح أستخدم طريقة ال-off هي هذه الأصح يعني أنا أقول the ceiling of the room سقف الغرفة مو the room's ceiling هنا راح يعتبر خاطئ وقلت لكم إنه هذا ببعض اللغوين يعتبرون أصحيح لكن إحنا نمشي على موجود عندنا بالكتاب الكتاب يقول إنه لما تريد تعبر لملكية شيء تعبر عن ملكية شيء غير عاقل فرح تستخدم طريقة الفرق بيناتهم إنه لما أستخدم off فرح أصير مملوك بمالك ولما أستخدم طريقة s رح أصير مالك بمملوك هيك رح يصير اختلاف يعني من أقول the ceiling of the room المملوك هو السقف المالك هي الغرفة هذا هو بالنسبة للتعبير عن الملكية يعني عندنا طريقتها رح نستخدمها طريقة s تملك وطريقة off طيب رح نجي الأسماء طبعا بخصوص الأسماء عندنا ملاحظات مهمة قبل منحل أي تمرين الملاحظة الأولى تقول أنه بعض الأسماء لها صيغة الجذر فقط يعني لا إلها جمع ولا إلها مفرد مجموعة من الأسماء تأخذ صيغة الجذر فقط لها شكل ثابت واحد كلمات مثل تنس وكاريج وهيست هذه كلمات لا تجمع ولا إضاف لها إستملك لأن إلها شكل واحد يعني هي لا مفرد ولا جمع هذه يعني مميزات هذه المجموعة من الأسماء المجموعة الثانية من الأسماء أوكي اللي مثل ما هو كاتب كاتب هو يتكون من جزئ يعني من أقول clothes يعني clothes هي دائما تتكون من جزئ سواء بناطير أو أي شي من القماش هو دائما يتكون من جزئ يعني اردام بي اثنين من أقول مثلا environs أو trousers البناطير دائما البنطرون يتكون من قطعتين أو من جزئ يعني مستحيل تلقى البنطرون تكون من جزء واحد لذلك بسبب تركيب هذه الأسماء أو بنيتها راح تعامل معاملة الجمع فقط يعني ما بيها مفرد وتعرفون أنه باللغة الإنجليزية الفرق بين الجمع والمفرد المفرد لما يكون شيء واحد أو شخص واحد لما يكونون جزئ راح يصيرون جمع طيب هذه الأسماء مثل ما ذكرت لكم تأخذ صيغة الجمع فقط وينطبق عليها ما ينطبق على الاسم الجمع كذلك الضمائر التعويضية يعني أقدر أحذف هذه الأسماء وأعوضها بالذي إذا كانت تشتغلي أو جاءت في محل فاعل وأقدر أستخدم عوضها بالذيم إذا جاءت كمفؤول به يعني هذا نسميها pronounce substitute pronounce substitute اللي هي الضمائر التعويضية اللي أقدر أستخدمها للتعويض عن هذه الأسماء يعني أنا أقدر أستخدم الأحذف اللي تعويضها وأقول they أو them طيب يعني مثلا المثال المنطهنة my clothes أو كاتب بين قوسين they يعني my clothes أو they أكي are استخدمنا are يعني the clothes مثل ما ذكرت لكم إذن جمع ويعامل معاملة الجمع حصرا عدنا المجموعة الأخرى والأخيرة من الأسماء اللي هي تعامل معاملة اسم الأسماء المفردة على الرغم أن هذه الأسماء منتهية بالS ولكن هذه الأسم هي S أصلية وليست إضافة يعني خاصة أسماء المواد الدراسية عدنا مثلا economics linguistics mathematics physics أوكي كل هذه الأسماء أسماء مفردة والسبب على الرغم أنها منتهية بالS يعني قد توهم الشخص اللي ما عنده خبرة وغير مطلع أنه هذه منتهية بالS يعني جمع لا هذه منتهية بالS لكن هذه الS ليست إضافة ولكن من أصل الكلمة وهذه الأسماء مثل ما ذكرت لكم تعامل معاملة المفرد فصار عني ثلاث مجموعات مجموعة يعني لا مفرد ولا جمع لها مجموعة جمع يعني ما بها مفرد ومجموعة مفرد يعني ما بها جمع أوكي طيب وبعدين شذكر لي كاتب يعني هذه الأسماء أقدر أستقدم ال-it كضمير تعويض إليها يعني أقدر أحضفها وأعوضها بال-it أوكي لأن تعامل معامل المفرد يعني مثلا من linguistics علم اللغة it يعني بدل linguistics أقدر أحضف وخلي it is ليش is لأن هذا مفرد an exciting discipline يعني الفعل المستخدم يجب يعني يعني لأخذ بنظر الاعتبار أنه هذه الأسماء الفعل المستخدم معها يكون مفرد حصرا وهذا الفعل المستخدم يكون جمع يعني ما يناسب الاسم الجمع طيب عندنا مجموعة من الأسماء اللي احنا نسميها الأسماء الجمعية يعني هو اسم يتكون داخل من مجموعة أشخاص أو أشياء وهذا الاسم يعامل بطريقة يعني يعامل معاملة المفرد إذا يقصد بي كوحدة واحدة ويعامل معاملة الجمع إذا يقصد بي أفراد وعناصر مكونة لهذا الاسم يعني من أقول my team الفريق أوكي ما كف يعني الفريق على الأقل مكون من شخصين أو ثلاثة أو أربعة ما كف فريق شخص واحد فهذا الفريق اسم يضم داخل مجموعة من الأشخاص فيعامل بطريقتين إذا كنت أقصد الفريق كوحدة واحدة مو أفراد فيعامل معاملة المفرد وإذا كنت أقصد الفريق كجمع أفراد فهنا يعامل معاملة الجمع أوكي إذا كوحدة واحدة الفريق العفو يعامل معاملة المفرد أنقل الجمع طيب عندنا مثلا singular شوف مثلا عن كلمة ليون مرض الحصبة الله يبعد الأمراض عنه إذا كنت أقصد بالمرض المرض المعدي فيعامل معاملة المفرد فأقول بينما إذا يعامل الحصبة من ناحية الأعراض والمسببات والأعراض الجانبية أوكي فيعامل معاملة الجمع فنقول يعني صارت بك أعراض هذا المرض أوكي نقصد به هو المرض كذلك كلمة إذا كنت أقصد بها اللي هي خلي نقول علم الأخلاق فهنا تعامل معاملة المفرد فأقول أثيكس يعني بينما إذا كان الأثيكس أقصد بها يعني المعتقدات و بس عمل أؤدي بسبب هذا الاعتقاد فهنا يعامل معاملة الجمع فنقول طيب بعدنا هنا تمرين مهم بعد ما أخذنا هذه الملاحظات طبعا طالب من عندك يعني واحد من صيغ الأسلام ممكن تجي كي يشبي لك القصد نبي الميزان الصرفي فبالنسبة للأسماء عدنا هو راح ينطين وراح أجمع هذا الاسم المنطينية وراح أسوي لإستملك المفرد وإستملك الجمع مع الأخذ بنظر الاحتبار كل الملاحظات اللي أخذناها سابقا أن بعض الأسماء لها صيغة الاستين فقط لا بها مفرد ولا جمع وأكو بعض الأسماء تظهر بصيغة الجمع حصرا وأكو بعض الأسماء تظهر بصيغة المفرد حصرا يعني مثل كلمة مثل كابنتر هاي ما عندي مشكلة بيها أقدر أجمع أسميها كابنتر وللمفرد أسويها كابنتر أضيف الأستملك وأس الجمع لكن كلمة مثل كاتل الماشية هاي الكلمة ما أقدر ليش لأن الكاتلز تندرج ضمن الأسماء اللي تظهر بصيغة الجمع حصرا أوكي الكاتلز الماشية مجموعة من الحيوانات مجموعة من الخرافة أو الأبقار أوكي يعني مستحيل عندي كاتلز أقول ماشية وأنا عندي مثلا خروف واحد أو بغرة واحدة مستحيل فهي تندرج ضمن مثل الأسماء الجمع السيزرز كلمة مقص تندرج ضمن الأسماء الجمع أيضا لأن السيزرز يتكون من قطعتين خلي نقول فمين فلازم من تحلون تخلون بنظر الاعتبار هذه الملاحظات راح تحلون راح خلي هذا التمرين عليكم وراح تشوفون أنه بعض الكلمات حالها فقط بالجمع ومنطيها فقط اس الجمع تملك الاسم الجمع وأنه بعض الكلمات أصلا ما مساوي الهلا مفرد ولا جمع فراح تعرفون هذه الملاحظات أنه هذا التمرين خاص الملاحظات التي ذكرناها توقف اللي هنا إن شاء الله نحاول نكمل إياكم محاضرات جاية شكرا لكم and goodbye and goodbye المترجم للقناة